اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي دائما نتحدث عن الكارثة التي حلت بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن وصورة من صور هذه الكارثة تتجسد في البطالة بلد يمتلك من الثروات النفطية الكثير يعني هو يمتلك واحد من بين البلدان الخمسة والستة في العالم التي تملك هذه الثروات النفطية الهائلة وبلد موارده عالية جدا من النفط لكن شعبه من أفقر شعوب الأرض الحقيقة والبطالة فيه عالية جدا آخر حديث عن البطالة يتحدثون يعني التقارير الحكومية وغيرها يتحدث عن هناك أربع ملايين عاطل عن العمل وهذه طبعا أذرقها غير صحيح الحقيقة عدد العاطلين عن العمل أكبر من هذا بكثير اتحاد العمار قبل فترة كان يتحدث عن نحو 13 إلى 15 مليون عامل في العراق عاطلين عن العمل في العراق مثل ما تعرفون الحقيقة يعني في أي يعني ككتلة بشرية الكتلة البشرية الأكبر في العراق هي الشباب 60 إلى 65% من العراقين هم من الشباب من القادرين على العمل في كل سنة يعني لأنه التعليم في العراق بغض النظر عنه خارج قوائم التصنيف تعليم تعليم منتهي تعليم مع الأسف الشديد قد أوصل العراق إلى مستوى لا أحد يعترف بشهادته لكن هذه الأحزاب هذه القوى هؤلاء التجار الذين يحكمون العراق يحاولون استغلال أي فرصة وقد استغلوا التعليم أيضا وأشهوا جامعات كثيرة أهلية وهي يعني لا تعنى بالتعليم والتربية أبدا هي لها علاقة مثل المدارس لها علاقة أهلية لها علاقة بالمكسب يكسبون من وراءها أموال مشروع تجاري وبالتالي عدد خارجي الكليات سنويا نحو 160 إلى 170 ألف خارج سنويا هؤلاء يذهبون مباشرة إلى طوابير العاطلين عن العمل لأنه لا وظائف في الدولة الدولة الآن يعني إذا كنا نتحدث عن دولة لكن هذه الدوائر الموجودة الآن عدد العاملين فيها هم تتحدث وزارة التخطيط مرات أقول لا أعرف العدد ومرات تحدث وزارة المالية تقول لا أعرف عدد الموظفين رغم أنها تصرف إلى أموال لهم لكن وزارة التخطيط مرات تحدث عن 6 ملايين موظف بين مدني وعسكري هذا العدد كبير جدا تراهه الكبير كل الاستطلاعات كل الاستبيانات تؤكد أن عمل أي موظف لا يتجاوز 7 دقائق في اليوم بالتالي احنا هذا العدد الكبير لو كانت لدينا مصانع لو كانت لدينا نشاطات تجارية لو كانت لدينا زراعة لو كانت لدينا أي نشاطات أخرى منتجة لكانت كل هذه القوى البشري قد توجهت إلى هذه وتم توزيعها في هذه المصانع وهذه المزارع وهذه القوى وهذه المؤسسات التجارية وبالتالي لكان انتاج العراق يعني يؤدي إلى زيادة قدرة العراقيين على الانفاق وقدرتهم على التطوير وقدرتهم على زيادة مواردهم لكن هذا الحال قد انتهى منذ عام 2003 الحقيقة المصانع كلها فككت ودمرت ونقلت للخارج وبيعت وبالتالي نحن بلد بلا صناعة وبلا زراعة وبلا تجارة هذا واقع الحال الحقيقة والمطلوب أن يستمر العراق بلد بلا صناعة بلا زراعة لا ينتج شيئا يستورد فقط ومستهلك فقط وهذا ما يحصل في العراق العراق بلد مستهلك يستورد من الابرة إلى أعلى شيء وشعبه بهذا الشكل يريدون أن يكون كسولا لا يفكر لا ينتج لا يعمل شيء وبالتالي الكارثة تكبر وهذا التراهل يكبر وأنت العاطلين عن العمل في كل سنة تحدث يعني إذا كنا نتحدث عن 170 ألف خريج جامعي تحدث أيضا عن أكثر من نصف مليون من توجهات أخرى يعني من قوى أخرى أيضا تدخل إلى سوق العمل سنويا وناتجت فرصة الكل يذهبون إلى أرصفة البطالة يعني كل الدراسات تشير إلى بين 750 و 800 ألف عاطل عن الأمل سنويا يدخلون إلى سوق البطالة في العراق لاحظوا العدد الكبير ذلك عندما يتحدث اتحاد العمال عن 15 مليون عراقي عاطل عن العمل فعلا حقيقيا لأنه عندما تقيس هذا تجده ما كذا لكن كذب هؤلاء الذين يقولون أنهم فازوا بالانتخابات والوعود التي أطلقوها سنوظف وسنعلن التوظيف كذبة كبيرة لا يستطيعون وزارة التخطيط رغم أن الفقر والبطالة ربما لا يجتمعان سوية لأنه ربما يكون فقير ربما يكون عاطل عن العمل ويمتلك بيتا أو يمتلك مكانا لكن الفقر هذا اللي لا يمتلك لا بيت ولا عمل ولا يستطيع أن يوفر لقمة عيشة وزارة التخطيط تتحدث عن 31 فارزة 7 بال10 بالمية من العراقيين من الفقراء الحقيقة هو الرقم أكبر الأرقام تتحدث عن أكثر نحو 60 بالمية من العراقي من الفقراء بينهم 12 مليون عراقي تحت خط الفقر هؤلاء يأكلون من المزابل يحتاجون إلى معونة عاجلة فهذا البلد اللي يبيه كل هذه الخيرات بهذا الشكل البعض يتحدث عن نسبة وطالة 40 بالمية و50 بالمية يحاولون أن يجملوا القضية يعني يتحدثون حتى في محافظة الأنبار هذي من يدعون أنه يطوروا الأنبار والأنبار فيما التطوير يعني التطوير هو أن تبني بناية وأن تبلغ شارعا هو هذا التطوير أو تنير طريقا وتدعي أنك طورت نسبة البطالة في الأنبار أعلى نسبة في العراق يتحدث عن 23 فارزة أربعة بالعشرة بالمية من عاطين العمل في الأنبار وهكذا بالنسبة للمحافظات البقية فبالتالي أنت تحدث عن التطوير يجب أن تتحدث عن نمو في اليد العاملة في العمل في الإنتاج في شكل الحياة في ارتفاع الحياة في السعادة هذا التطوير وليس التطوير يعني تأخذ لك أربعين مليون وذي خمسين مليون منحة وتسوي لنا شارع ما يكلف خمس ملايين والباقيات ما عرف وين يروحون بجوب من وتقول طورت ما أدري كم قلوب وكم عمود كهربائي يعلقوها ويقولوا نطورنا وسوي لنا نافورة هنا وما أدري يطلعون رح يسوون مكتبة بالفلوجة كذبة كبيرة وهكذا مستشفيات في كل العراق من أسوأ المستشفيات هذه الناصرية أسوأ مستشفيات فيها بغداد هذه أسوأ مستشفيات فيها لا مستشفيات من عام 1989 آخر مستشفى بنيت بالعراق وبالتالي العراق من سيء إلى أسوأ والبطالة تأكل بالعراقيين والتضخم في أعلى مستوياته ويتحدثون عن عراق مزدهر والسفير الأمريكي في العراق ماثيو تيلر يقول أن بلاده يعني أو الخارجية تقول الانتخابات في العراق كانت آمنة وسلمية من الناحية التقنية وهي فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تحكس إرادتهم كيف تحكس إرادتهم؟ إذا كانت هذه الحكومات كلها فاشلة وكلها سارقة وهي من نفس الخانة نفس الإطار الذي دمر العراق طوال 11 سنة مضد الحقيقة أن العراق من سيء إلى أسوأ وبعض الصور من هذه الكارثة ما تحدثنا عنه عن البطالة البطالة شيء كبير جدا جدا هناك ملايين العراقي لا يستطيعون توفير لقمة خبز لعوائلهم مع الأسف في هذا البلد الذي يمتلك كل هذه الثروات الآن برمي للنفط أكثر من 80-85 دولار ونحن في ضيق في محنة كبيرة أهل العراق وبالتالي الكارثة تكبر ولا حل إلا بيزاحة كل هؤلاء ويزاحة العملية السياسية مهما جملوها مهما هذا الوجه القبيح لا يمكن أن يجمل مهما طبلوا في الخارج في الأقليم في الداخل مهما طبلوا لهذه العملية العملية فاشلة وقد أثبتت كل هذه السنوات فشلها وعقمها وفسادها وخرابها وتدميرها للعراق وهدفها الوحيد هو تدمير العراق وبقاء كل الفاسدين والمخربين على رقاب العراقين هذه الحقيقة وقد هذه الحلقة قد انتهت ركوكم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة